بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى التي يشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين القداموا الجدد والناس اللي يلتحقوا بهذه القناة إن شاء الله بحول الله وقوتي غد نوضع وحلصة خاصة بالناس اللي عندهم مشاكل في المال عندهم قلة المال ولكن الناس اللي عندهم حد قليل في المال تكون إنسان خاصه يتبع واحد صياغ من القرآن الكريم لأن الله هو الرزاق هو اللي تعطي المال هو اللي تعطي أي حاجة ولكن ندوم على استغفار ونصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام ونحاول أنني نكون كل ليلة نقرأ صورة الواقعة كل ليلة لأن صورة الواقعة تجذب البال بقوة تجلب لك أي حاجة فيها خير لك سبحان الله ولكن الصغة ديالي دياليوم هي عبارة على قمح أتمشي عند بائع القمح غادي ناخد واحد كمية عدد عدد لا بأس به يكون حفنة حفنة خودي حفنة ولو تشتريها من عنده أو تاخدها على أساس بغى تعرفي القيمة ديالقمح غادي نجيب للدار وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي ناخد ديالي الحفنة وغادي ندخلها معي الغرفة بعد ما نكون على وضوء وعلى الصلاة وغادي نذكر الله ونحطها أمام القبلة غادي تتاخد طاقة الصلاة وغادي ناخد غادي ناخد المصحف الكريم وغادي نقرع لها إن شاء الله بحول الله وقوتي نقرع لها صورة الفتح بغينا نفتحوا باب الرزق إذن غادي ناخد لدينا للزراع أو يكون عندكم في البيت الزراع إلا كان في البيت خودوا منه عدد حفناء وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نقرع لهم صورة الفتح كاملة وغادي نقرع ميات مرة الفتاح الفتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح تنكمل ميات مرة يا فتاح نكمل هذه المية مرة وسنذر الدعاء يا فتاح افتح لي خير باب في الرزق او في الزواج او في اي حاجة بغيتي يا فتاح افتح لي خير باب لان الفتاح هو الله خير باب هذا الباب اللي بغيتي ينتيع إما في الزواج إما في العمل إما في أي حاجة ولا يكون عندك عوارد الله هو اللي غادي يعطيك الفتح من عنده الفتح إذن أحبابي غادي ناخد هذه الكمية ديال الزرع غادي ناخد واحد الكتانة خضرة وغادي نعلقها أحد الباب باش تفتحي نصيبك في أي حاجة ذكر أي حاجة بغيتي تقدري تحطي الأمونيات مع الزرع في هذه الخنيشة اللي غادي تعلقها قريبا الباب تكون شي خنيشة ذهبية أو خضرة أو بيضاء ونحطها ونعلقها قريبا من الباب لأننا بغينا نفتح نصيبنا لا في الزواج ولا في العمل ولا في المال والله سبحانه وتعالى تكتر الرزق نداوم على صورة الواقعة ونكون على أساس جذب البركة والمال للبيت لك تعاملة غادي يكسر لك الله سبحانه وتعالى الرزق وغادي يقيك مبتغاك أما صورة الفتح وإسم يا فتاح غايفتح لك الله في أي حاجة بغيتي إذن انتوما ديروها غير بيقين والله هو المستعان على كل الأمور غادي تقولوا لي أشغلين ديروا بهذاك الزرع هذاك الزرع يقدر يبقى احتعام ومن بعد غادي اللحو في مكان عاشب ونعودها أو تاني بطريقة أخرى غادي نحط لكم إن شاء الله طريقة أخرى لجلب المال بطريقة أخرى إذن هي حاولوا تلحو في مكان عاشب إذن أحبابي لعجبتكم الصغار حاولوا تخلوا لي لايك والدعم للقناة وتفعلوا الجرس لابد تخلوا لايك للدعم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته